الكون يستحق التفكير وهناك العديد من القصص والحكايات التي يجب أن تروا ويمكن ذي يعني العبارة اللي افتتح بيها ضيفي النهاردة في التساع قناته على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيانه يعني هي عبارة فلسفية لكن فيها الكتير من الحكمة وبتقول أنه هذا الرجل صاحب رسالة صناعة المحتوى يمكن صناعة ما هيش سهلة ومش أي حد يوصل للناس وليها أدوات وأسلوب لازم يكون مختلف علشان يقدر ينجح في وسط العدد الكبير الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي لما نتكلم عن الحوادث كنا كلنا بنقرأ الحوادث في الجرائم لكن الحقيقة أن الصورة بتخطف العين وبتبقى سبب علشان الناس يوصلها اللي بيحصل أكتر تقدر تتفرج وتبص بعين جديدة وعين مختلفة وزوايا مختلفة اللي بيحدث في الجرائم اختيار النوع ده على وجه التحديد للحكي ما هوش اختيار سهل أعتقد أنه المنافسة فيه كمان هتكون على المستوى العالمي لأنه مجال الجرائم عالميا ليه برامج وليه يعني أفلام عدة بتتكلم عنه فإنه نتجه لهذا النوع على منصات التواصل الاجتماعي ما هوش سهل ضيفي الحقيقة هو كمان مخرج غير أنه صانع محتوى المخرج سامح سند هنسمع عنه ونسمع منه أكتر إزاي بقى ترند في السوشيال ميديا وقدر أنه يصنع بفيديوهاته المميزة والمختلفة حكاياته وقصص كتير تروى للناس وتأثر فيهم وهنا إحنا بنتكلم عن عضوات مش بس إحنا بنتفرج على الحوادث لكن إيه الرسالة من وراء أن إحنا نتفرج على الحوادث أو من وراء اهتمام الناس بأنها تسمع أكتر عن الحوادث هنسمع أكتر من ضيفي سامح سند أهلا بيك ومنورنا في التسجيع أهلا بيك أهلا سهلا التحول منه إنك مخرج ومخرج ناجح ما شاء الله سنين كتير جدا لصناعة المحتوى بالتأكيد ده ما كانش قرار سهل خصوصا إنه صناعة المحتوى اللي فيه يعني كونتنت تقيل ما هواش سهل مجال فيه منافسة قوية طبعا والناس ما بتروحلوش بسهولة غير لما تقتنع إنه الرجل ده بيقول كلام مظبوط كلام بالوقائع إزاي اشتغلت على الموضوع ده وإزاي وصلت له طبعا هو مظبوط الفكرة كلها مبنية إنه أصلا مخرج أخبار يعني طول العمر أنا مخرج أخبار أصلا فكلمة أخبار دي معناها إنك بتعتمد دايما على الحقيقة بتعتمد دايما على الأدلة ما بتعتمدش على الأهواء الشخصية يعني وأنا كمان جوه شغل الأخبار كنت مهتمة في فكرة الوثائقيات جدا فكان دايما بيشغلني موضوع الأفلام الوثائقية عن أشهر الجرائم العالمية أو النصابين أو السفحيين اللي هي جرائم سواء عربية أو عالمية فالفكرة إنك بسيط لقيت إنه أنجح الأعمال الدرامية العالمية والعربية حتى اللي مبنية دايما على قصص حقيقية فاكتشفت إنه حوالينا في الجرائم يعني قصص كتير جدا ممكن تتعامل أعمال فنية بشكل عام مسلسل أو دراما أو فيلم يعني أو غيره بس إزاي تنقل الجريمة دي بشكل قصة القصة دي مكتوبة بطريقة كلها حقيقية يعني ما فيهاش ولا أهواء شخصية ولا أنا مألف جزء معين في القصة فالصعوبة بقى إزاي تجمع خيوط القصة كلها علشان تقولها للناس بطريقة فيها استمتاع وإنت بتسمع القصة برغم إنها جريمة قتل أو جريمة يعني جريمة صعبة فإزاي تقولها للناس طبعا ما كنتش متوقع أبدا إنه الموضوع ممكن يعجب الناس الفيديو اللي لما نزل خلاص سامح سنت عارف إنه يعني بقى صانع محتوى الناس بتتفرج على فيديوهاته ومستنية فيديوهاته معظم جرائم السيدات يعني أنا في الأول عشان كده إنت بتتهم أن إنت بتتكلم عن الجرائم النسائية أكتر من يعني الجرائم اللي بيعملها الرجال جدا أنا كتبت عدد حلقات كبير في مجال اللي هو صناعة المحتوى اللي أنا متخصص فيه الست دائما أكثر إبداعا حقيقي فيه ارتكاب الجرائم شهادة غالية دي شهادة أه بس هقولك السبب لأن أنا لقيت أنه معظم الجرائم اللي الواحد كتبها أو حولها لشكل قصة مرئية الراجل مباشر جدا سطحي جدا في تنفيذ الجريمة وفيها صعوبة طبعا مش حاجة حلوة لكن الست فيها تخطيط شوية وده بدء حتى من الجرائم العالمية يتلاقي أشهر الجرائم العالمية البطلة يتلاقي دايما سيد هم أزكى شوية في إطارية التعامل طبعا دي مش سمة عامة لكن ده اللي لقيته في القصص الغريب لأنه أنت كل يوم أنت بتختار القصص إزاي؟ يعني إيه العوامر اللي أنت بتشوفها دي جريمة ينفع أعمل عنها فيديو واتكلم عنها وإيه الرسالة اللي أنت بتبقى بتدور عليها في الجرائم علشان تعرضها؟ ولا مجرد حكي؟ لا الهدف أولا يعني كل يوم على مستوى مصر والعالم العربي والعالم بتحصل جرائم كتيرة جدا اختيار الجريمة لازم يكون أولا تكون قضية الرابط أو أشبه لأنها تبقى قضية رأي عام ثانية لازم لس دي قضايا شائكة جدا يعني لما الموضوع بيتحول لرأي عام الفيديو هنا ممكن يعني يخلي سامح ترند طبعا وممكن الناس ما تتفقش مع الكلام اللي أنت بتقول هي دي بقى الجزء اللي أنا اخترت أكون فيه أنا مش بنق الجانب خبري يعني فيه أواضي أو فيه قضايا دلوقتي موجودة على الساحة أنا ما أتكلمش عن خاطر ما عملش عنها قصة لأنها لسه أجزائها كسيناريو ما اكتملتش أنا بعتمد في القصة أو في الحلقة اللي بقدمها أنها تبقى قصة مكتملة وبقسمها بشكل سيناريو يعني شخصيات وأحداث وزمان ومكان ولازم السيناريو ده يكون برضو فيه خط درامي زي ما كنا بندرسه كده أنه لازم في منطقة معينة بيعلى وفي منطقة بينزل وكاة بيعلى تاني فلازم يبقى الموضوع اتقفل ما ينفعش أعتمد على قضية لسه منظورة في المحاكم لأن أنا مش دوري أنا مش خبري يعني أنا مش بقول اللي حصل في المحكمة أي مش ده دوري أنا بحكي قصة جريمة غريبة الوصول للقصة واللي حصل مش حاجة سهلة المصادر كمان أعتقد بيبقى فيها جزء من التضارب جدا كتير جدا أنا بعتمد بشكل أساسي على المصادر الرسمية اللي تكون نشرت القصة وعلى اللقاءات الكتيرة حتى لو مدة الزمن المدة الزمن بتاع طويلة بتفرج عليها كاملة لأهالي المتهمين أو أهالي المجنة عليهم ولو في لقاءات مع محاميين لو في مرافعات النيابة اللي بيتم نشرعها على شبكات التواصل اتماعي وتفرج عليها كاملة حتى لو كانت مدتها ساعتين ثلاثة وده المتعب يعني إحنا لا نتكلمش عن محتوى مع احترامي لكل ما يقدم يعني والناس بتختار هي تتفرج علي لكن محتوى هنا الإعداد لي إعداد قاسي يعني التحضير مش سهل جدا أكثر قضية أنت شايف أنها أخذت وقت في التحضير وهلكتك على المستوى النفسي وأنا بشوف أن أنت برضو مختار حاجة صعبة يعني أعتقد بتأثر عليك نفسية جدا جدا سفاح الجيزة طبعا أنا قدمته قصته من سنة باسم قزافي لأن أنا لفت انتباهي أصلا الزكاء بتاعه في تنفيذ جرائمه هو خليط ما بين سفاح ونصاب وحرامي يعني هو تقريبا خد كل حاجة في علم الجريمة وعملها مفيش حاجة ما عملهاش ولفت انتباهي أنه لما تقبض عليه أصلا ما تقبضش عليه باسم قزافي لأنه تقبض عليه باسم الرضا اللي هو صاحبه اللي قتله وانتحل شخصيته ولما قبضوا عليه لقوا كمية أوراق مزورة رسمية مزورة كتيرة جدا وكان عنده زكاء مش طبيعي في أنه بيختار الضحية اللي هو هياخد أوراقها أو كده تكون ضحية مش مقيمة في مصر بقالها مدة زمنية طويل فهو مش سهل خالص سفاح الجيزة بيعرض كامل درامي حاليا على أحد المنصات والناس متفاعلة معاه بشكل كبير جدا جدا شايف تحويل الأضايا دي لأعمال درامية إزاي ممكن يعني يقلق حالة من الوعي طبعا عند الناس طبعا لأنه المجرم بشكل عام وهو بيرتكب أي جريمة بيبقى متأكد أنه محدش يوضع عليه ومتأكد أنه عمل كل حاجة صحيح حتى حاليك بتتكلم عن قد إيه زكاءه في تمتيد الجرائم جدا لأنه في حتة هتكلم محدش فيها قدام شوية العلاقة بين تطور علم الجريمة والجريمة وأنا بكتب الحلقات بكتشفها كل شوي أرجع للحتة دي بس لحظة أنه لأ هو أي مجرم بيبقى متأكد أنه مش هتجابه وأنه لا يمكن حد يوصله بس بتكتشفي بعد كده أنه الجوانب اللي حوالين الجريمة من الأمن من طب الشرعي من المعمل الجنائي من القضاء طبعا في الآخر أي تفصيلة صغيرة بيتم الوصول ببساطة جديدة جدا للجانب فهي رسالة لأي حد بيفكر يرتكب حاجة غلط لا هو هتتخيل أنك هتعدي منها حتى لو مر على على ارتكابك ليه الجريمة دي وقت يعني في جريمة أنا لسه عرضها من كام يوم شخص قتل طفل بقى له ثلاث سنين اتقبض عليه بعد جرائم الأطفال دي جرائم بشعة بشعة والتعرض ليها موجع الحقيقة بشعة بس أنا بحاول مش بتولام على الفيديوهات دي لما تتكلم عن الأطفال أو يعني أو تتكلم عن جرائم خاصة بالأطفال علشان أهل الضحية والكلام دي في البداية كان ممكن الناس اللي ما كانتش مستوعبة أنا بقدم إيه كان ممكن يجي لي لهم وكده بعد كده بدأ يستوعبوا إن أنا حقيقي بقدم رسالة واضحة لأي أب وأي أم إنك ركزوا جدا في طريقة التصرفات طبعا مفيش حاجة أسمعها أنا واثق في فلان فسيب ابني معاه فيش حاجة أسمعها سيب ابني بس يلعب خمس دقي برى البيت هو المجرم عايز ثلاثين ثانية مش عايز خمس دقي هو عايز عشر ثواني خوفناش بقى أنت دايما تتكلم عن المجرمين وقرب موحتهم آه لا أما هو في الآخر دي مسألة هو في الآخر التطور بقى اللي حاصل خلى أنه الجرائم دي تقل اللي هي صعوبتها دي تقل يعني يعني لما ترجع مع الواعي مع الأجهزة الأمنية طبعا يعني حتى مسألة أنه المجتمع نفسه يكون واعي بأنه ممكن تحدث في هذه الجرائم يؤلل من حدوثه طبعا أنا مثلا كنت بقولك على موضوع قضية التوربيني مثلا أنا اللي في انتباهي في اللي هو سفاح اللي هو التوربيني مشهور جدا في أواخ ما بين 2007-2008 فكرة أنه شخص بيرتاكب جرائم ضد أطفال في سن من 11 سنة لـ 12 سنة بتم اكتشافه بالصدفة وما فيش أي بلاغات تغيب بتقول أن في أطفال تغيبوا لولا زكاء رجال الأمن أن هم فكروا لحظة أنه احتمال يكون الأطفال دول من أطفال الشوارع ما لهمش أهل ما لهمش حد يبلغ عنهم ما لهمش حد يقول أنهم تغيبوا يعني فبدأوا يعملوا مدهمات على الأوقار اللي بيستخبى فيها أطفال الشوارع وده السبب أنهم أبضوا على التوربيني بعد القضية دي على طول كل ما لا علاقة بقضية أطفال الشوارع تحلت فأن الناس عرفوا أن الحتة دي فيها خطر فتحلت فتطور الجريمة ده وتطور سوري علم الجريمة حاجة في منتهى الإبداع فإزاي تنقلها في شكل محتوى مرئي للناس هو ده كان بالنسبة لي أنه تحدي أنا عامل حاجة وعندي إحساس أنها ممكن ما هتش شوفها ففجعت أن الناس عجبها الطريقة عجبها الإسلوب اعتمدت بجزء كبير على الزكاة الإصطناعي على الإي آي أن أنا قضية مش متوفر منها غير صورة المتهمة بس نعنش حاجة تانية فإزاي تبني الحكاية هنا استفدت من خبرتي كمخرج اشتغلت في الميديا سنين فإزاي برضو ما تقولش للناس حاجة مش مظبوطة استفدت إنك مخرج حاجة لكن التحول من التلفزيون للسوشيل ميديا والمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد ما كانتش نقطة التحول سهلة بالنسبة لك خالص أنا من ألفين لكن أنا أنت مخرج وعارف أنا لازم أطلع فاصل أطلع فاصل وأرجع كامل الكلام مع المخرج وصانع المحتوى سامح سند نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مستمرين مع حديثنا مع المخرج وصانع المحتوى سامح سند وليه تفتكر الناس بتحب تتفرج على الفيديوهات الخاصة بالجريمة والأعمال الدرامية الخاصة بالجريمة هل في أنواع من أنواع التشويق وإنه كمان الناس تعرف إزاي ده بيقع لأنه الناس متأكدة إن الشخص المجرم ده مش شخص طبيعي وما تخيلش إن فيه أي بني آدم يبقى فخور إنه له صديق مثلا كان بيقتل أو يعني أكيد فهو بالنسبة لك شخص غريب أنت متأكد إنه هو مش إنسان طبيعي إنه أصلا إنك من جواك حاجة تحركك إنك ترتكب جريمة إنسان آيا كان بل إنسان عمل فيك إيه؟ إنك ترتكب جريمة ده أكيد مش طبيعي أكيد إنسان مش طبيعي والناس بتحب تشوف الجزء كمان اللي له علاقة بيه إنها تتعز يعني هي معظم الجرائم بتبقى عبارة عن إيه؟ غلطة يعني يعني في قضية قديمة قوي بتاعت المهندسة النسي اللي هي متسمية مسبحة مدية نصر هي كتت سنة سبعة وتسعين صحيح أنا القضية دي بالنسبة لي كتت إيه النقطة اللي فيها اللي بنيت منها قصة هو ثقة الزوج في مجموعة من العمال دخلوا البيت يصلحوا حاجة فشافوه ويطلب من مراته فلوس فدخلت تجيب الفلوس قدامهم من شنطه هي الحتة دي بس اللي حصل إنه هما شافوا الفلوس قرروا إنه هما هيسرقوا ويقتلوا عشان ياخدوا الفلوس دي وتحولت لمسبحة وتم إعدامهم على الهوى مباشرة الفكرة كلها إنك حتى لو دخلت حد بيتك وواصق فيه ما ينفعش إنه هو يعرف حاجة عن حياتك الخاصة إحنا في مصر هنا الناس عندها نوع كده من أنواع الأرياحية في التعامل والطمأنينة لما بنشوف فيديوهاتك حالة الطمأنينة دي بتروح خالص بيجي لك الفيدباك ده الناس بتقولك إنه إحنا بنخاف بنكتائب شوية لو شفنا الفيديوهات دي بالليل انتهي إنه ممكن يأثر عليك إنت هو مأثر علي في إيه إنه خلاني أستوعب جدا هو ليه رجال الأمن في شكل عام بسهولة في أي قضية بيشكوا في أي حد لأن حقيقة إنه بيشكوا في حد إحنا استحالا نشك فيه لا يمكن أنا أكتر القضايا اللي عملتها القصص المتهم فيها الرئيسي لا يمكن تشك فيه أحيانا كتير زيادة عرض القضايا بتزود الوعي عند الناس يعني قضية بني مزار بشهرتها دي كلها قضية معقدة جدا جدا معقدة جدا فيه جزئية صغيرة بنيت عليها جزء في القصة مهمة قوي فكرة إنه ثقافة الناس لما أشوف جريمة ما حاولش أدخل مصرح الجريمة ما بوزوش البلد كلها راح اللي حصل إنه التلت بيوت دول البلد كلها دخلت التلت بيوت فالمعمل الجنائي لما راح على المصرح الجريمة معرفش يرفع أي حاجة كمية بصمات غير طبيعية كل حاجة متحركة من مكانها أرجل وأثار أقدام كتيرة مش قادر يحدد هو مين ممكن غريب يكون دخل عكس قضية مثلا قضية قريبة واحدة اسمها نجلاء مشهورة باسم فتاة المول دي لما توفت جوه عيادة عشان الناس المتخصة كانوا ده كترة طلبوا من كل الناس يخرجوا قفلوا الباب لما الأمن وصل رفع البصمات بسهولة وصل لكل أدلة بسهولة تاني يوم أبضوا عجبنا على طول فخلي حتى عندك ثقافة إنك لو لقيت لو لاحظت حاجة ما تلمسهاش لأنه كل حاجة صغيرة بتفرق لما عملت قبل كده كنت عملت لقاء صغير مع طبيبة شرعية كنت هدفي أعرف هو الطب الشرعي ده عبارة عن إيه الإبداع الخطير في الطب الشرعي إنه بيقولك اللي حصل في القضية وكأن الطبيب كان معه الجاني أتلوا إزاي أتلوا من أني مسافة واقف ولا قاعد توفى هنا ولا توفى في مكان تاني توفى بإيه بالزبط بيديك تقرير كامل هو إيه اللي حصل فالمعمل الجنائي مع الطب الشرعي مع طبعا خبرة رجال الأمن وخبرة رجال مباحث والشهود وإزاي أخد أقوال الشهود وحللها كل ده في الآخر بيحل القضية أغرب القضايا اللي وإنت شغال عليها كنت شايف إنه القضية دي مؤقدة جدا القضية دي صعبة القرأين اللي موجودة فيها مش متفقة مع بعض أو يمكن حتى أحيانا تبقى بتشتغل على قضية والحكم صدر لكن بدايات القضية ما كنتش تقول إنه ده هيبقى الجاني آه يعني فيه قضية كتير يعني فيه قضية قريبة هي قضية غريبة فيها نعمل انتقام غريب قوي كان قضية كانت في واحدة من القرى المصرية يعني واحدة شكت في جزها مجرد شك بس مش أكتر قعدت تسمي فيه ست شهور تحطوله سم ست شهور سم وبعد ما تسم خلاص خلاص بيه يعني هو بيموت حطط له أزايز ملوتوف وفجرت الأوضة بيه طب ما انت يعني ليه عملت ده كله لما تسأليها هي شكت فيه بس عندك دليل ده خالص شكت فيه بس قعدت تخطط كده ليه ملهاش رد ملهاش رد معظم قضايا قتل الأطفال ملهاش رد يعني لم تقعد لما تسمع اعترافات المتهم أو المتهمة مفيش حاجة تخليك انت كبني آدم تتصرف كده مش طبيعي انه ده يعني القاتل هنا يبقى مريد نفسي هل ده بيكون مبرر لكل الجرائب؟ لا 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 مش مريد نفسي هو نتاج حقد نتاج جل نتاج ثقافة شعبية عندهم خطئة طبعا نتاج انتقام مرضي مش مرض نفسي اصل المرض النفسي بس لحنا دلوقتي بقينا بنتكلم على انه زين ربي الولاد تربية نفسية سليمة طبعا طبعا مش في كل المجتمعات لانه دي رفاهية مش كل الناس تقدر عليها لكن الاهتمام من نفسية الولاد من وهم صغيرين اعتقد ان ده ممكن يحدث فارق برده بس لا لو انت مربي ابنك من هو طفل صغير على انه عارف الصحة من الغلط عارف الحلال من الحرام عارف انه زي ما يقزيش حد عارف انه زي ما يسمحش لنفسه ان ياخد حاجة حد مش هيرتكب كده انما معظم الجرائب لان ما تيجي اما جرجع بالبروفايل بتاع الشخص ده قديم كان عبارة عن ايه هتلاقي عنده تفكك اسري هتلاقي عنده البيت ما كانش متزن خالص كان فيه انفصال بس فيه انفصال بين اب وام بس العلاقة قويسة وجيدة لا ده انفصال بعنف بقضايا بكوارث فاللي بنعمله فأولادنا هم صغيرين بيتأثروا بيه وبيطلع عليه يعني التوربيني قصته او بدايته انه تم الاعتداء عليه هو وهو عنده 12 سنة من واحد اسمه التوربيني فلما هو كبر سمى نفسه التوربيني وانتقم نفس الانتقام بالزبط من الاطفال دي طب زنبهم ايه ما فيه سبب لا وفئة اطفال الشوارع يعني فئة هي اصلا متبهدلة بما فيه الكفاية طبعا يعني جراء بالشكل ده فيهم بعد القضية دي المنظور ده اختلف تماما في فكرة اطفال الشوارع انه لأكم بلا موقوطة وكانت لازم تتحل فالتوربيني ده قضية نورت الحتة دي جد واعتقت حالين حتى ما بنسمعش النوع ده من يعني القضايا خلاص يعني اختفت من 2017 للنهاردة سامح شايف ازاي الخطوة اللي جاية وزاي بتحضر لها وانا لسه مصرع لانه انت مختار محتوى صعب والمقارنة فيه مقارنة عالمية مش بس على المستوى المصري جدا صعبة مقارنة صعبة بص انا 2017 خرجت اعدت اتعلم ديجيتال وسوشال ميديا وديجيتال ماركتينج بشكل عام صحبك المخرجين كانوا بيقولولك ايه سعيد كانوا ضد اللي بعملوا ده تماما مفيش بصي انا مفيش حد صديق ليه قريب في الميديا قابلني وشاف ان القرار ده صح وكله كان شايف ان انا اتصرفت غلط خالص وكنت بشوف نظرات عطفة بقى اللي هو اللي انت عملته في نفسك ده اللي هو خصوصا انه يمكن الشباب متصدر طبعا انت شباب لسه بس انا اوضي الشباب الصغير او يعني هو المتصدر صناعة المحتوى انا كان عندي اسرار لما اجي النهاردة اتكلم عن صناعة المحتوى بعد ما اكون بشتغل في المجال خمستاشر سنة اكيد خطوة انا عندي انا عندي اربعة واربعين سنة شغال في الميديا تلاتة وارشين سنة اخد القرار ده اه ينفع تاخد القرار ده حتى لو عندك ستين سنة بتحب حاجة عملها علشان ما تجيش بعد ما الوقت يعدي يفضل نفسك اقول يا ريتني كنت عملت ما تعملها طالما عندك الفرصة اعملها وطالما مؤمن باللي هتعمله ده اعمله بس يعني اعمله جد يعني زاكر اتعلم اتعب مفيش حاجة بتيجي وانا قاعد لا يمكن اتعب هتوصل واحترم اراء الناس جدا يعني انا كان اي تعاليق بيجيلي سلبي او ايجابي باحترمه بس طبعا مش التعليقات اللي سخيفة لا يمكننا التعليقات البناءة حتى لو نقد بس يبقى له حاجة محترمة انا طبعا بسمعه جدا وبيحترمه جدا لازم اعمل كده كل التوفيق والحق انه يعني كل صناع المحتوى وخصوصا الناس اللي بتقدم مفيد وهادف وفي نفس الوقت بتقدمهم بطريقة تناسب العصر وتناسب لغة العصر كل التحية لكم جميعا وانا سعيدا ان انت تتضيف النهاردة بساعة المخرج وصانع المحتوى سامح سانت شكرا جزيلا على وجودك شكرا جدا لك شكرا جدا كده مشاهدين وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهاردة دايما نشوفكم على ألف خير